ضد عودة أي مباريات لكرة القدم في مصر الآن أو بعد شهر أو بعد شهور إلغاء الدور العام لكرة القدم أمر حتمي وفوري ولا أبالغ إذا قلت أنه اضطراري أيضا منكم وعليكم وإلغاء كأس مصر وكأس السوبر المحلية في نفس الوقت أيضا وجمهور الأهلي والزمالك الجمهور العظيم الواعي الوطني الذي اتحد بعد المذبحة لن يسمح أبدا بعودة كرة القدم إلى الميادين ولا يقبل مشاهدة مسابقات رياضية قبل أن ينال القصاص أولا قبل أن يضمن حكومته المدنية ورئيسه المنتخب وعدالته وكرامته وحريته بلا داخلية تتآمر ضده ولا نذع سرا سبقنا إليه الكثيرون إذا أكدت أن مذبحة بور سعيد المروعة هي الروح التي نفخ الله فيها لتمسح سنوات من التفرقة والتعصب بين جماهير أكبر وأعظم ناديين رياضيين في إفريقيا بالأمس وضع الكبار في روابط الناديين الأياد فوق الكتاب الكريم وحلف اليمين لوداع الانقسام وإعادة الوآم بين صفوة شباب مصر ألترس الكبيرين الأهلي والزمالك الجمهوران اتفقا على عدم السماح لأي جهة باستئناف بطولة الدور العام أو أي مسابقة أخرى قبل حصول الشهداء على كامل حقوقهم وعلى رأسها القصص هي أول معاهدة حقيقية موفقة محترمة ثابتة الأركان بين جماهير الناديين ومن جانبنا لن نسمح أبدا لأي طرف سواء نظام أو حكومة أو اتحاد أو قنوات أو إعلاميين بإلهاء الشعب في مباريات لكرة القدم يغرق الأغبياء فيها باحثين عن الفوز أو عن النقاط أغبياء يتصارعون على قرار حكم بركلة جزاء أو هدف تسلل منتفعون يمجدون لاعبا ويحقرون لاعبا وإعلاميون متعصبون ينفخون في النار ويبكي أشرارهم على من يصاب بشرارهم الجماهير العظيمة اتحدت ضد عودة كرة القدم في الموسم الحالي واللاعبون ما أعظم اللاعبين اللاعبون هم أكثر الأطراف تضررا من توقف المباريات والمسابقات اللاعبون كانوا أشجع وأوعى وأكثر حبا لمصر ولا شعبها ولثورتها من إعلاميين انتفخت جيوبهم وبطونهم وعقولهم من المال ولا زالوا جائعين يريدون المزيد والمزيد حتى ولو كان مالهم على حساب حياة الشهداء من الأبرياء ولمن يدعي أن الكرة المصرية ستتراجع دوليا إذا توقف الدوري وأن خسارة مصر لتصفيات الأمم الإفريقية 2013 وضياع فرص الأهل والزمالك في دور أبطال إفريقيا مسألة خطيرة أقول لهؤلاء المتباكين المخاضعين ألم يكن الدوري العام مستمرا ومشتاعلا عندما خسر المصريون من النيجر وتعادلوا مع سيرليون قبل الثورة ألم يكن الدوري مشتاعلا عندما فشل الفراعنة أبطال إفريقيا في التأهل عبر التصفيات واحتلوا المركز الأخير في تصفيات أمم إفريقيا 2012 المقامة حاليا في غيابنا إذن أمم إفريقيا 2013 بلا مصر مثل أمم إفريقيا 2012 بلا مصر لا جديد ألم يكن الدوري العام قويا ومشتاعلا عندما خسر الأهل كل منافساته الإفريقية في الأعوام الثلاثة الأخيرة دون أن يصل ولو مرة واحدة إلى النهائي ما المانع أن يمتد الأمر عاما جديدا الساحة التي أسقطت أكثر من 150 شهيدا من أولادنا البرر الأبرياء يجب أن لا تفتحوا الآن قبل أن نستعيد حقهم وننفذ قصاصهم ونهدئ روعنا ونوقف دمعنا وننظف سمعنا من طنين الأفاعي كرة القدم اللعبة الجميلة أغتيلت في مصر لا يمكننا ممارستها وهي بلا أنفاس بلا حراك وهل يجوز اللعب مع الموت اقتصاديات كرة القدم لا تهمنا أبناء مصر أكبر وأهم إرادات الأندية لا تهمنا حياة وكرامة أبناء مصر أبقى ميزانيات القنوات والبرامج لا تهمنا عقول المصريين أهم مرتبات وإعلانات كبار المذعين لا تهمنا الاحترام أهم كرامة مصر وقصاص الشهداء فوق كرة القدم فوق الجميع القصاص 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 تابعوا بكاء ودعاء أسرة أحد الشهداء